متابعة تلفزيون اليوم السابع أهلا بكم في حلقة جديدة من الاقتصاد البساطة معكم أحمد يعقوب الحلقة بتأتيكم كل يوم حد الساعة 3 على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم السابع وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن توقعات إلغاء الرسوم الخاصة بالتحولات المالية بين البنوك مع نهاية 2020 خلينا نقول أن مع بداية أزمة كورونا البنك المركزي أخد عدة إجراءات خاصة بدعم التحول اللا نقدي يعني تقليل التعامل بالكاش أو بالفلوس في الاقتصاد المصري مع انتشار أزمة كورونا وتأثيرها على حركة تداول النقد داخل الاقتصاد المصري الإجراءات دي في 15 مارس 2020 كانت بتنص على إلغاء الرسوم والعملات الخاصة بالتحولات المالية بين البنوك ووعدها بمعنى إيه الكلام ده حضرتك لو عندك حساب في بنك وعايز تحول مبلغ مالي لحد في حساب تاني داخل نفس البنك أو بنك تاني شغال في مصر في مصر 38 بنك ممكن تحول الفلوس دي بدون حد أقصى وبدون رسوم نهائيا اللي كانت الرسوم بتتراح ما بين 75 جنيه اللي بتوصل ل300 جنيه على حسب المبلغ المالي اللي انت بتحوله سواء داخل الفرع أو عن طريق خدمات الانترنت البنكي أو عن طريق خدمات الموبايل أبليكيشن أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك اللي انت بتتعامل معه الرسوم دي كانت تراح ما بين 77 زي ما قلنا ل300 جنيه الرسوم دي معفية والتحولات معفية من هذه الرسوم والعملات حتى نهاية ديسمبر 31 ديسمبر 2020 التوقعات قصة بالبنك المركزي والخبراء والمتابعين للاقتصاد المصري بتقول ان ستجدد هذه التعليمات لمدة 3 شهور قادمة احنا كنا من 15 مارس 2020 لنهاية ديسمبر 2020 تقريباً 9 شهور أو 9 شهور ونص البنك المركزي ألغى الرسوم دي تماماً علشان يشجع المواطنين أو الشركات اللي بتعمل تحولات بين البنوك وبعضها أو داخل نفس البنك إن هي تستخدم خدمات كاشلس أو لا تعتمد على النقد في التحولات البنكية بتعمل إزاي التحولات البنكية بين البنوك وبعضها؟ بعض البنوك بتستخدم حاجة اسمها soft token أو جهاز صغير الجهاز ده بيبقى hard token في بعض البنوك اللي هي جهاز صغير بتستخدمه فيه بتطلع حاجة اسمها OTP أو الرقم السري لمرة واحدة وبتعمل العملية دي عن طريق الانترنت بانكين بتدخل على حسابك المسجل لدى البنك وبتبتدي تعمل تحدد المبلغ المالي وتقط بيانات المحول إليه وتستخدم hard token الجهاز الصغير ده أو soft token اللي هو عبارة عن تطبيق خاص على الهاتف المحمول ممكن تستخدمه فيه إن هو يعمل لك generate للرقم السري اللي بتستخدمه مرة واحدة عشان يتأكد إن صاحب الحساب البنكي هو اللي بيمتلك الجهاز أو التطبيق الخاص بالتحولات البنكية مع نهاية 2021 وبداية 2021 متوقع إن ثلاث شهور كمان متوقع من المراقبين إن ثلاث شهور كمان تمتد التعليمات دي وإلغاء هذه الرسوم تطبيقها لمدة ثلاث شهور قادمة يعني تنتهي في شهر مارس 2021 لأن البنك المركزي بيدرس كل القرارات والمعطيات الخاصة بظروف وتدعيات وتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري وبيرجح إن لسه الأثر ممتد وبالتالي من المرجح إن هو يبتدي يمدها ثلاث شهور تانية من بداية يناير 2021 لنهاية مارس 2021 بعد ما تسع شهور أو أكتر كان بيطبق هذه الإعفاءات من الرسوم والتحولات على المبالغ المالية اللي بتتم بين البنوك وبعضها أو داخل نفس البنك طبعا فيه إجراءات تانية خاصة بالسحب من ماكينات الصراف الآلي ودي ضمن الإجراءات اللي خاتها البنك المركزي في شهور مارس 2020 إن هو بيلغي الخمسة جنيه أو الأربعة جنيه أو السبعة جنيه على حسب البنك اللي أنت بتتعامل معاه اللي كانت بتتخذ رسوم لو بتسعب من ماكينات صراف آلي خاصة ببنك تاني مش هو البطاقة اللي معاك يعني أنت لو دلوقتي لو فيه بنك معاك البطاقة اللي بتقوم بطبق المرتب بتاعك من البنك ده لما كنت بتروح تسعب من ماكينات صراف آلي أو ATM خاصة ببنك تاني كان بياخد رسوم متوسطها تقريبا خمسة أو ستة جنيه الرسوم دي لحد نهاية 2020 هي معفية تماما ما بتتفعش أي رسوم وانت بتسحب أي مبالغ مالية من أي 14 ألف مكنة ATM متوقع خلال الفترة اللي جاي وصلوا إلى 20 ألف مكنة ATM في كل الأماكن الحيوية في الميادين والأنداء الرهاضية والمولات التجارية منتشرة في كل الأماكن الحيوية في كل المحافظات مكينات صراف آلي ده ممكن أستخدم كمان المكن فيه إجراء عمليات خاصة بدفع الفواتير أو دفع مقابل بعض الخدمات والتبرعات عن طريق المكن ده الرسوم اللي كنت أستخدم الكارت في مكنة بنك تاني غير مصدر الكارت ده كانت معفية من الرسوم اللي هي متوسطة خمسة جنيه زي ما بنقول أو ستة جنيه لنهاية ديسمبر متوقع برضو أن إعفاء السحب من مكينات الصراف الآلي من البنوك المختلفة لمدة ثلاث شهور كمان للمواطنين تسهيلة اللي يوم فيه أزمة كورونا والسكند ويف أو الموجة التانية لانتشار الفيروس على مدار الفترة القادمة اللي هي مدتها هتبقى ثلاث شهور من بداية 2021 حتى نهاية مارس 2021 الاقصاد بوساطة حلقات بدأتكم كل يوم حدوا ثلاث ساعة ثلاثة عصرا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة اليوم السابع كان معكم أحمد يعقوب إلى اللقاء في حلقات قادمة